بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية المحترم السادة ملوك ورؤساء ومموثلية الدول الشقيقة والصديقة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقدم إلى الشقيقة مصر بالعرفان والتقدير لدعوتها إلى هذا الاجتماع في ظرف عصيب شديد الوطن يتعرض فيه الشعب الفلسطيني الصابر المحتسب إلى عملية إبادة جماعية باستهداف المدنيين في المجمعات السكنية والكنائس والمستشفيات كان أبرزها مجزرة مستشفى المعمدانية التي أظهر فيها الاحتلال الصهيوني وجهه الحقيقي ونواياه التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء إنها جريمة حرب مكتملة الأركان بدأت بقتل العزل وفرض حصار خانق على ما تبقى من الأحياء منه إنه لمن الصعو حقاً أن نصور بالكلمات ما يحدث يومياً من أعمال فضيعة لا تنقطع ومذابح لا تتوقف ودفن للأبرياء تحت أنقاض منازلهم على أرض نزوحهم الأول أيام نكبة عام 1948 إن غزة اليوم تشكل امتحاناً جديداً للنظام العالمي الذي فشل مراتٍ عدة في تطبيق ما ينادي به من قيم الإنسانية والعدل والحرية وكانت وما زالت فلسطين شاهداً حياً على هذا الفشل الحضور الكريم ألم يحن الوقت لوضع حدٍ لهذا الاحتلال أما آن لنا وقف معاناة هذا الشعب المكافح الصامت الذي يصفه بعض الأصدقاء في كلماتهم بأنه أعمال إرهابية بينما الجرائم المدمرة الممنهجة للاحتلال الصهيوني إنها أعمال دفاع على النفس وفق القانون الدولي متى نقر بأن الظلم لا ينتج سلاماً مستداماً وأن لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء العنف إلا بإزالة أسبابه وفي مقدمتها الاحتلال وسياسات التمييز العنصري أن الكيان الصهيوني اليوم مستمر في خرق القوانين بما فيها قوانين الحرب وهو ما سيؤثر في الأمن الدولي واستدامته وقد يمتد الصراع إقليمياً بما يهدد إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية ويضيف إلى أعباء الأزمات الاقتصادية العالمية عبءاً آخر ويفتح الباب على صراعات أعمق وأوسع كما أنه مستمر في خرق اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسر الحروب والاتفاقية الرابعة التي توفر الحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة إلى جانب خرقه للأهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكثر من ثمانية وسبعين قراراً لمجلس الأمن متعلقاً بالقضية الفلسطينية نخاطب الضمائر والعقول ونقول أن القضية الفلسطينية ما كانت لتصل إلى هذه الأوضاع المأساوية لو أن القرارات الدولية جرى احترامها ولو أن الهيئات الدولية تولت مسؤولياتها واستمعت إلى شعب لا يطلب سوى منحه حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال والسيادة والسيدات والسادة إن العراق يرفض بشدة محاولات إفراغ قطاع غزة من أهله ولا مجال أبداً للحديث عن إعادة التوطين أو خلق معسكرات للجوء أو غير ذلك من دعوات عفى عليها الزمن وليس من مكان للفلسطينيين إلا أرضهم كما نشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر الحدودية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة ومن ثم العمل بعد ذلك على ضمان تبادل آمن وشامل للأسرى والمعتقلين إذا أردنا للمأساة أن لا تتكرر يجب أن تبذل الجهود من أجل رفع الحصاب بشكل كامل عن قطاع غزة وإلى جانب ذلك ندعو إلى إنشاء صندوق لدعم وإعمار القطاع ونحن في العراق لن نتأخر عن تقديم أي مساعدة ممكنة وقبل كل شيء فإننا نشير إلى أهمية وقف تذويب القضية الفلسطينية ومحاولة دفنها وإنه ليس من حق أحد أن يتصالح وأن يتنازل أو أن يتبرع نيابة عن الشعب الفلسطيني فالفلسطينيون هم أصحاب الأرض والقضية أن الشرعية الدولية ومعها كل الشعوب الحرة التي تؤمن بالعدل والإنسانية على امتداد الأرض تنادي ولا زالت بدولة فلسطينية عاصمتها القدس دولة لا تمزقها المستوطنات أو تذلها المعابر وسياسات التجويع وعلينا أن ندرك جميعاً أن الاستمرار بتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا ينتج إلا المزيد من العنف والتطرف وكذلك المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم الرحمة والرضوان والقبول لشهداء غزة وكل شهداء القضية الفلسطينية على امتداد الزمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته